تنفيذ لأمر صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حامد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة المحافظات وصلت وزارة الإسكان تنفيذ البرنامج الزمني الذي وضعته بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين وفي هذا الخصوص صرح وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن بدء الوزارة في توزيع وحدات مشروع أم الحصم الإسكاني وذلك بمحافظة العاصمة الذي يشكل امتداداً للمشاريع الإسكانية المنفذة بالمنطقة من الوحدات والعمارات السكنية الواقعة في المنطقة والمحيطة مؤكداً أن وزارة الإسكان تعمل بالتزام تام نحو تحقيق هدف إنجاز الوحدات الإسكانية حسب التوجيهات الملكية السامية وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات وقال وكيل وزارة الإسكان على هامش مباشرته لإجراءات توزيع المشروع على المواطنين إن إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة قامت بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة وإتمام عملية توزيع الوحدات السكنية ولفت الشيخ عبدالله بن أحمد أن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتقديم عرض مرئي تضمن أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية والمدرجة في العقد التي يجب الالتزام بها بالتفصيل كإجراءات استصدار شهادة المسح وإجازة البناء فضلاً عن الأمور المتعلقة بما يجب على المنتفعين الالتزام بها تفادياً لإلغاء الانتفاع كما أشار الوكيل إلى أن وحدات مشروع أم الحصم صممت وفق نموذج تكون من طابقين وأربع غرف مع إمكانية بناء طابق إضافي وإجراء التوسيع القانونية التي تنص عليها قوانين الوزارة فيما يتضمن المخاطط العام للمنطقة أيضاً مسجداً ومحلات تجارية ومناطق مفتوحة وعبر مستفيدو وحدات أم الحصم عن ارتياحهم الكبير وسعادتهم البالغة مقدمين شكرهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لأمر سموه بتوزيع أربع آلاف ومائتي وحدة سكنية في كافة محافظات أيضاً لوزير الإسكان سعادة المهندس باس بن يعقوب الحمر وفريق عمله بالوزارة على ما بدلوه من جهود لإتمام إجراءات التوزيع وعلى ما يلونه من حرص حثيث على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بأسرع وقت ممكن